اللي عايز اتكلم فيه بقى خلينا دايما نبقى مبسوطين احنا فرحانين عندنا مبارا يوم الثلاث اللي جاي وزي ما قلت لحضراتكم هو ده الفرق هو ده الاختلاف هو ده اللي بيحصل داخل النادي الاهلي عيشت في الموضوع ده بل كده كلاعب ودلوقتي بعيشه كواحد بيتكلم مع حضراتكم امام شاشة انا ما بحبش ان انا اقول اعلامي ولا الكلام ده لا انا بتكلم مع حضراتكم من قلبي لحضراتكم على طول اي حاجة بقولها بحاول اقولها من قلبي توصل لحضراتكم دايما الورق اللي معايا بيبقى في ايديا واببسوش فيها لما عندنا اخبار او حاجة نتكلم فيها بشكل رسمي لكن لما باجا اتكلم باتكلم مع حضراتكم من قلبي فرحنا واتبسطنا خلال الفترة اللي فاتت نبتدي نقفل الصفحة النهاردة احنا بنقدم لحضراتكم خدمة لحصاد كل شيء خلال الاسبوعين اللي فاتوا مع كريم سعيد واحمد ثابت هنتكلم في هذه الامور والارقام والاحصائيات اللي ظهرت خلال الفترة اللي فاتت هل كان النادي الاهلي بيلاعب فرق ضعيفة؟ حد يسمعني فكروني الكلام ده احنا كنا بنسمعه خلال الكام يوم اللي فاتوا محدش فكر حتى ان النادي الاهلي ده ممثل مصر في كأس العالم للاندية ممثل افريقيا في كأس العالم للاندية امبالح ما كنتش عايز اتكلف في الموضوع ده لان كنا بنحتفل ومبسوطين وفرحانين النهاردة برضو الكلام هيبقى قليل جدا في هذا الموضوع لان كل الحاجات دي انا بنميها ورا ظهري كل الحاجات دي انا ما بفكرش فيها مش انا اسلام الاهلوية كلهم عندنا مطشي وم التلات اللي جاي عايزين نكسب المطش ده يا عم انتوا لسه جايين من فرحة وجايين من حاجة تلت العالم والكلام ده كله ايوة ايوة هو ده النادي الاهلي ايوة هو ده اسلوب النادي الاهلي الصفحة تقفلت الصفحة لو كانت عاملة كده الصفحة تقفلت خلاص ومبروك يا رجالة وعملته تلت العالم بشكل كويس جدا عندنا مباراة يوم التلات اللي جاي مع المريخ مع المريخ السوداني فريق كويس جدا وزي ما شفته امبارح بدر بنونو هو بيتكلم قال لك انا النهاردة وبكرة امبارح يعني والنهاردة اجازة ونبتدي من يوم الحد نقفل اللي فات النهاردة هنقض هو مبارح كان بيقول كده هنقض مع اثارنا وحنشوف اصدقائنا وكده ولكن ابتداء من يوم الحد صفحة تقفلت هذا هو النادي الاهلي وهذا هو اسلوب النادي الاهلي ودايما بنبقى مبسطين وإحنا جوه هذا النادي دايما بنبقى مبسطين وإحنا بنمثل اسم هذا النادي هو ده اللي احنا دايما بنفكر فيه وهي دي السعادة هي دي السعادة بالنسبة لنا جمهور النادي الأهلي ساعدته في فرقته لما تكسب في فرقته لما تاخد التسعة في فرقته لما القضية ممكن تحصل في فرقته لما تفكر في العشرة لما تفكر في العشرة في النستاد مبارح او اول مبارح تخيل حضرتك ان البايرن ميونيخ بيلاعب تجليس أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندي وكالعادة جمهور النادي الأهلي حاضر وبكثافة 11-12 ألف على قد الساعة اللي موجودة 30% 11-12 ألف أهلاوي متواجدين تخيل حضرتك بيعملوا ايه تخيل سايبين الماتش سايبين باتش بايرن ميونيخ وتجليس أونال المكسيكي وبيقولوا للأهلي ومسيماني وكابت الخطيب بيقولوا لهم العشرة يا أهلي بيقولوا لهم العشرة يا أهلي هو ده الفرق هو ده الدايمن اللي أنا بتكلم عنه الفيديوهات دي الواحد لما بيشوفها جسمه بأشعر لأن هذه هي الحقيقة وهذه هي حياة كرة القدم كرة القدم مجنونة فيها كل حاجة كل حاجة زي ما حضراتكم شايفين ممكن تكسب ممكن تتغلب لما كنا بنقول إن إحنا ممكن نكسب بايرن ميونيخ على فكرة أنا شخصيا كنت بقامن بحظوظنا في إن إحنا نكسب أي حد مش أنا الوحدي بيتسمو سيماني مبارح في لقاءه إحدى المفاجآت اللي عملناها لحضراتكم مبارح بيتسمو سيماني في لقاءه مبارح كان بيعمل إيه وهو في كلامه قال لنا إيه قال لنا يا جماعة إحنا كان كل هدفنا وطمحنا إن إحنا ناخد كاس العالم للأندية مش أنا اللي بقول منظومة الأهلي كده منظومة الأهلي ما بتفكرش غير في اللي جاي ما بتفكرش غير في المكسب في المركز الأول آه مبسوطين بالمركز الثالث ولكن عنا دايما على المركز الأول هل ده ممكن يحصل؟ ممكن جدا التموح وشغف البطولة اللي موجود جوانك أهلوية هو ده الفرق اشتركوا في القناة